لقيا عدد من عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية مصرعهم وجرح آخرون في الساعات الماضية أثناء محاولتهم حفر خنادق داخل مدينة الحديدة وبحسب المركز الإعلامي لألويات العمالقة أفادت بصادر عسكرية ميدانية أن وحدات الاستطلاع رصدت حفريات خنادق خلف كلية الهندسة قطاع مدينة الصالح وأمام مبان سكنية في شارع الخمسين من قبل الميليشيات التابعة لإيران ضمن خروقاتها لوقف إطلاق النار وتم التعامل معها بنجاح وأكدت المصادر أيضا أن القوات المشتركة حققت إصابات مباشرة حولت الخنادق المستحدثة إلى مقابر للعناصر الحوثية يأتي هذا ضمن الخروقات المستمرة والتي تمارسها ميليشي الحوثي بحق الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة في الحديدة ترجمة نانسي قنقر